السبع معالق عندي 3 بدات هادربهم مع المقادير قدامكم بس انا هشرحها الكوي 3 بدات هادربهم مع 7 معالق من السكر والفانيليا وبعد كده هادرب هحط عليهم 7 معالق من اللبن 7 معالق من الزيت وهادربهم كويس هكون نخلة عندي 7 معالق من الدقيق ومعلقة باكينج باودر ورشة ملح وهضيف ده على ده وهيبقى عندي خليط الكيك اللي موجود عندي بيبقى سايل شوية هجيب سينية مستطيلة تكون كبيرة وهبدأ احط عليها ورق زبدة او هادهنها بشوية زبدة وعفرها كده بس اتأكد ان الاعرف اشيلها يعني ما تلزقش معايا في السينية فورق زبدة افضل يعني لو ايه انتو مش متأكدين قوي ان السينية دي ايه ممكن تطلع معاكو كيك يبقى لازم تحطوا ورق خفزة او ورق زبدة او تكون مش بتلزق السينية وبعد كده هنغبزها على درجة حرارة 180 بتاخد ماكسم ربع ساعة تحت بس خلاص بعد كده منطلعها من السينية المستطيلة وبعد كده بنقسمها نصين وبنفرش كل النص ده من مربة الفراولة التين اي نوع مربة ممكن شوكولاتة قبلة للدهن تمشي حلو جدا مفيش مشكلة ممكن كريمة اي حاجة انتو حبير وبعد كده الجزء التاني اللي احنا قطعناه هنحطه فوقيها هنساوي الاطراف وبعد ما نساوي الاطراف هنقوم قطعينها على شكل قطع جاتوهاد صغيرة وهنزينها بكيس حلواني او بمعلقة بالمربة برضو من فوق او ممكن شوكولاتة قبل البتهن ممكن كريم شانتي وعليه صوس كرامل او شوكولاتة تقدروا تعملوا منها كذا شكل زي ما انتو حابين ودلوقتي هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل بقيت وصفاتنا استنونا